خادم الحرمين يستقبل وزير التخطيط العراقي بقصر اليمامة الشورى يناقش مقترح لتعديل فقرة تتعلق بالحد الأعلى للأجور في نظام التأمينات الاجتماعية مفتعام المملكة يطالب الدعاء بالسعي في بث المحبة لولاة الأمر وتأليف قلوب الناس وجمعها عليهم التقاعد والتأمينات الاجتماعية تحددان موعد صرف معاشات المتقاعدين وفق التقويم الميلادي أرامكو توقع اتفاقية تقنية لتحويل النفط الخام لمنتجات كيميائية مركز الملك سلمان يوزع كسوة الشتاء على 570 أسرة سورية بالأردن هدف يحقق في إعلانات وظائف هندسية لمواطنين برواتب 1500 ريال مركز الملك سلمان ينجز 85% من 300 وحدة سكنية لليمنيين بجيبوتي دوريات محافظات شرطة الرياض تضبط 1011 مخالفا خلال 24 ساعة إغلاق عدد من المطاعم المخالفة بالمدينة المنورة بعد ضبط وجبات غير صحية ترجمة نانسي قنقر